في تصريح لشبكة إخبارية أمريكية أعلن النائب الألماني نوربيرت روتكينان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستترشح لولاية رابعة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول سبتمبر من العام المقبل أما المتحدث باسم ميركل فقال إن المستشارة ستعلن عما إذا كانت ستترشح لولاية رابعة أم لا في الوقت المناسب وكان حلفاء ميركل يشيرون إلى أنها ستخوض الانتخابات الوطنية العام المقبل رغم انخفاض شعبيتها إثر تدفق حوالي مليون لاجئ على ألمانيا العام الماضي وبسبب ذلك نشأ خلاف مع شركائها في الحزب المسيحي الاجتماعي في المقابل يتزايد صعود حزب البديل لأجل ألمانيا اليمينية الذي يتبنى خطابا معاديا للمهاجرين مقارنة بالأحزاب التقليدية